مرحبا بكم متابعينا في موجز أخبار اليوم إذن مع أبرز العنوين أهم تصريحات سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم والمنتخب الوطني الجزائري يفعلها ويتأهل للمربع الذهبي للشان والولايات المعنية باستمرار تساقط الأمطار الرعدية وقدوم موجة برد وكذلك مع التفاصيل الجديدة من وزير الصحة بخصوص الولايات المستحدثة الجديدة ولكن كالعادة متابعينا الكرام لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع تفاصيل مع أول خبر حيث صرح سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن مهنة المحامات تعتبر من أهم دعائم العمل القضائي وركيزة من ركائز دولة القانون وكما أكد أيضا سيادة الرئيس على أن مكانة الاستثمار يعد من الاستراتيجيات للجزائر في ظل المتغيرات الدولية على اقتصاديات الدول وبأن الجزائر عملت على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستقرار وتحسين مناخ الأعمال من أي شوائب قد تعيق إقامة وممارسة الاستثمارات في الجزائر بالإضافة إلى إنشاء محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التجارية لإصدار أحكام قضائية ذات نوعية وتعزيز هذه المحاكم بمساعدين لهم دراية بالمسائل المالية ويمثلون هيئات ذات صلة بالاستثمار وكذلك مصرحا بأن التشريع الجزائري أقر أحكام تشريعية تسمح بالتوجه للطرق البديلة لحل النزاعات وهي الصلح والتحكيم والوساطة مشيرا إلى أن دستور نوفمبر 2020 عمل على تكريس أهمية دور المحامي في إرسال قواعد الدولة الحقي والقانون وفي نفس السياق التأكيد أيضا على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لسيما على المستوى التشريعي وتنظيمي والإدارة والمؤسسة خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة وهذا لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستثرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 والآن مع خبر الثاني حيث تأهل المنتخب الوطني المحلي للدور نصف نهائي من بطولة الشان وذلك بعد تفوقه على منتخب كوديفوار بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة وقد سجل اللعب أمين محيوس هدف الخضر الوحيد عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة محققا بذلك المنتخب الوطني المحلي تواجده في المربع الذهبي لهذه المنافسة لثاني مرة في تاريخه بعد نسخة 2011 والجدير بالذكر أيضا أن كل من المنتخبين الجزائري والإيفواري لعبا بعشر لاعبين فقط بعد طرد كل من الحارس الجزائري في الدقيقة العشرون ومدافع المنتخب الإيفواري في الدقيقة الرابعة والثلاثون وبهذا سيواجه المنتخب المحلي يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب ميلود هدفي بوهران المتأهل من مباراة غانا والنيجير اليوم وكذلك مع خبر ثاني مغير حيث حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تسقط الأمطار الرعدية بكميات تتراوح بين 20 و40 مم محليا وقد تتعدى 50 مم وتكون مرفقة بحبات البرد والولايات المعنية بهذا تسقط هي كل من ولاية أشلف عين الدفلة تيبازا الجزائر العاصمة بومرداز تيزي وزو جيجل سكيكدا عنابا الطارف أغالما سقهراس البوليدا بيجايا وكذلك ولاية الأمدية وأيضا ورد في نشرية ثانية تحذير الأرصاد الجوية من قدوم موجة برد تنخفض خلالها درجات الحرارة إلى ثلاثة وست درجات تحت الصفر والتي سوف تشتح كل من ولاية جنوب تلمسان والنعامة البيض سيدي بالعباس سيدة تيارت سمسيلة الأغواط الجلفة المسيلة أنمدية البويرة برج بوري ريج سطيف ميلا قسنطينا خنشلة باتنا أملب واقي وكذلك ولاية تبسة وكما حذرت كذلك مصالح الدرك الوطني كل مستعمل الطريق بضرورة تأجيل التنقل بمركباتهم إلى المناطق التي تشهد قبول كثيف للمواطنين خاصة مع نهاية عطلة الأسبوع منطقتين الشريعة بالبوليدة وتيكش دابي ولاية البويرة التي تشهد تساقط كثيف وتراكم للثلوج والطرق المؤدية إلى هذه المناطق مغلقة حاليا وتم تدخل من طرف وحدات الدرك الوطني بالتنسيق مع مختلف السلطات المعنية في فتح الطريق ومد يد المساعدة للمواطنين العالقين بها لذا متابعين الكرام الرجاء أخذوا المزيد من الحيطة والحذر فسلامتكم قبل كل شيء وكذلك مع خبر آخر حيث أكدت سيادة وزير الصحة عبدالحق سايحي بأن الدولة تولي أهمية خاصة للولايات المستحدثة خاصة في مجال الصحة لتدعيمها بهياكل توفر خدمات ترتقي إلى تطلعات المواطنين وكما وضح أيضا سيادة الوزير وهذا في جلسة عامة بمجلس الأمة والتي قد خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بأن الولايات المستحدثة تحظى بعناية تامة من الدولة خاصة في مجال تدعيمها بالهياكل الصحية حيث أشار السيادة الوزير في رده على السؤال حول الهياكل الصحية بولاية عين صالح إلا أن نسبة إنجاز المستشفى المتخصص في الاستعجالات ببلدية عين صالح تعدد نسبة 75% مرجعا تأخرا في إنجازه إلى عدة أسباب خاصة منها تغير أرضية المشروع وكذلك ذكره بأن مشروع إنجاز مستشفى عام بطاقة استيعابي 60 سرير ببلدية إنغار ولاية عين صالح قيد الدراسة وبأن الولاية ستعزز بأطباء أخصائي مطلع شهر مارس القادم مضيفا بأن ولاية المنيعة وولاية النعمة ستدعمان بهياكل صحية ومراكز تكوين أيضا على غرار محهد تكوين شبه الطبي بولاية النعمة والذي سيستقبل الطلبة في شهر ماي القادم مذكرا بأن هذا المحهد يوفر 300 مقعد بداغوجي و200 سرير وكذلك مع خبر أخير حيث أكد سيادة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد بأن عملية تعميم الكتاب الرقمي ناجحة خصوصا بعدما سجل انخراطا كبير للأولية في هذا المسعى مستشهدا بما وقف عليه اليوم من مدرسة طعبوش بوزيد بالسطارة حيث عين استعمال اللوحات الإلكترونية وكذلك الكتاب الرقمي في عملية التدريس وتأتي زيارة سيادة الوزير إلى ولاية جيجل من أجل الوقوف على واقع هيكل القطاع خصوصا منها الواقعة بالمناطق النائية والذي يندرجه ضمن برنامج الزيارات التي سيقوم بها لمختلف الولايات قصد الإطلاع الميداني على التحذيرات الخاصة بالدخول المدرسي القادم مشيرا إلى أن الانطلاق كانت اليوم من ذات الولاية جيجل والهدف من هذه الزيارات هو إعطاء الدفع اللازم ليكون أكبر عدد من المؤسسات التربوية جاهزا لاستقبال التنميذ موسم سنة دراسية القادمة وكما أضاف أيضا بأن هذه الخرجات ستكون سانحة للإطلاع على ظروف التمدرس بالابتدائيات في ظل الظروف الحالية وما يميزها من برودة لتأكد من توفير كل ما يلزم لتمدرس يليق بالتلميذ من ناحية الإطعام والنقل والتدفئة مسلطا الضوء على حرص سيادة رئيس الجمهورية على توفير كل ما هو ضروري داخل المؤسسات التعليمية وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقوا في المتابعة ليسلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر ودمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر